استضافت خيمة الاعتصام في قرية خربة الوطن مسلوبة الاعتراف ندوة ثقافية سياسية تحت عنوان مستقبل النقب في ظل التحولات السياسية الجارية في اسرائيل هذه المحاضرة حقيقة هي جزء من مسلسل وسلسلة من الفعاليات التي تجريها اللجنة المسؤولة عن خربة الوطن والنضال من أجل وقف مصادرة أراضيها وأنا حقيقة قمت بتلبية هذه الدعوة مسرورا وجئت من مدينة أم الفحم إلى أهلي وعشيرتي في خربة الوطن ليؤكد على ثلاثة قضايا أننا جزء لا يتجزأ من هذه الأرض المباركة وهؤلاء الناس الطيبين نحن منهم وهم منا أن هذه الأرض لها أهلها وهم أحق بها وأولى وأن من وقف على أرضه سيخلص إلى أنها له وتعاني القرية من تشجير وتشجري في أراضيها حيث يناضل السكان من أجل التصدي لهذا المخطط في ظل معاناة الأهالي في القرى غير المعترف بها في كافة أنحاء النقاب حدث حول مستقبل النقاب في ظل التحولات السياسية الجارية في إسرائيل حيث طرع عدة سيناريوهات لمستقبل العلاقة بين أهل النقاب وبين السلطة القائمة وتبعات كل سيناريو من هذه السيناريوهات كما وشدد على وحدة الصف وضرورة ازديادة الوعي عند الشباب في المنطقة وكذلك ضرورة البحث عن سبل وسائل نضالية خلاقة طبعا تأتي هذه الأمسية في ظل التطورات الأخيرة التي حدثت في منطقتنا نعم كانت ندوة جيدة وذكر فيها التاريخ منذ الأطراق والبريطانيين وحتى الآن هذه الندوات نحن نثمنها عاليا لأن بالفعل تعطي تاريخ هذه المنطقة التاريخ الصادق الأمين ويشجع الناس على صمودهم على هذه الأرض الطيبة ونحن مستمرون في نضالنا حتى ننال كل حقوقنا بعون الله تعالى وأكد المتحدثون على ضرورة الوحدة والتكاتف في العمل الجماهيري وعلى همية تنظيم العمل من خلال لجان محلية فعالة وضرورة تأسيس صندوق مالي لدعم أهل النقب والحاجة لوسائل نضالية بناءة وجديدة